السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم جديد في هذا الفيديو هذا سنطرق لعلى معرفة طالب الى دخل البحث عند البوليس عند الشرطة المختصة واذا فعلا داخل قوطة او لا داخل لان بزاف دي الأسئلة دائما كنشوف نفس السؤال وكل شي بغي يعرف الجواب ويعرف واذا فعلا طالب كيكون داخل قوطة في حالة ميلا كان عند البوليس في البحث دي الشرطة المختصة من بين الأسئلة الإخوان اخي انا راه شهر يعني شهر هذا قال لي ان الطالب ديالي راه في الكويستورة طالب موديل بي واذا داخل القوطة راه متعطله بزاف سؤال اخر بحاله خويا واذا الى مكتب المساعدة قال لك ان الطالب انه في انتظار بحث الشرطة المختصة واذا كتعني انه تقبل في القوطة هادو غير جوج اسئلة من بزاف من طب الحال وكل شي بغي يعرف الجواب وغادي يطرقوا ايضا الاجابة على بعض الاسئلة منها زادوا في القانون واذا ممكن يندفع الخويا لانه ينصب احتيال ونصب على هذا الخبر ذي الزيادة في تمديد قانون ديكريتو فلوسي سؤال اخر فقط فيما تطلبك على العمالة وين وصلين الواصلين في القوطة واذا كتعني هذا يدخل عندي ويسودني على عمالة الاتشاة في الواصلين في القوطة وانا مرة اوضعي اوضعي لأنه قد دائما يسوّل ونجوّبه إن شاء الله هنا ونجوّب الجميع لم يبقوا يجوّبه ليس غير شيء فقط ولكن في الكثير من المدن والعملات لا يجوّبه إخوان، الطالب ليس لك أن تدير طالب ويمشي عند البحث عن الشرطة المختصة وليس فعلاً طالب داخل كوطة أو لم يدخل إخوان، أي طالب المشغل يدخل موقع وزارة الداخلية يدير الطلب سواء المشغل أو مكتب الكاف أو مكتب طلبات أو أخدام محامي أو المحاسب لكي يدير الطلب، طلب يدخل عند الشرطة المختصة لكي يدوز من البحث هذا لا يعني أنه يدخل كوطة لكي يدخل كوطة أي طالب يذيق على البوليس أي طالب يذهب على الشرطة المختصة هذه هي المرحلة الأولى، يعني كل شيء يدخل تمّاً ل هذه المرحلة وهما من طبيعة الشرطة المختصة لكل العمالة، تحدث العدد من الناس الولايين هي من الآخر الذي يعالجه الكوطة المحددة فقط يعني الحصة المحددة فقط يعني مثلا ميلانو دخلوا طالبات كلهم دخلت مثلا آلف طالب عند الشرطة الشرطة كيف تدير كتهز مئات طالب اللولين اللي هما القوطة والمحس المحددة مثلا ميلانو محددين فيها مئة ودخلت آلف كيعالجوا المئة اللولة والآلف يعني ولو تسعمية كاملة وخداخل المرحلة اللولة اللي هي الشرطة المختصة في البحث ما يديروش عليها البحث يديرو البحث فقط غير على المياه اللولة يعني وخط طالب ديالك مشلش عند الشرطة يعني المختصة دخل مرحلة اللولة رما كيعنيش انه داخل كوطة وفي البحث وفي المعالجة فهمتوني يا الإخوان مش نجوبوا على زادوا في القانون واش ممكن يندفع هنا في المرحلة واش ممكن يندفع الخوية يعني النصابة بدأوا كيلعبوا اللعب ديالهم دابا شنو كيقولوا لناس دابا كيقولوا لهم بأنه رهد زاد في القانون تم تمديد دكراته فلوسي حتى ال 31 في شهر تسعود وانا كيفما ديجو أقول لكم ان ال 31 في شهر تسعود تم تمديد فقط ديال واحد القيطاع ولا واحد ديال واحد الموضي اللي هو ديالبروجيت سبيتشالي ديال مشاريع خاصة والتدريب المهني كيفما قلت لكم ومطابعة الحال لكونفرسيوني يعني لكونفرسيوني ديال تمديد أيضا ديال تحويل رخصة الإقامة الناس ليهما كانوا ديجا هنا داخلين بالتدريب المهاني ولا الدراسة تدريب المهاني ولا بروجيتي سبيتشالي غادي نديروا غادي نيبقى يعني يبقى القانون فتوح حتى ال 31 في شهر تسعود يعني هنا النصابة اشنو دارو مشاو كيقولوا لهم بأن يعني في المغرب نتواصلت مع ناس كيقولوا لهم بأن راه القانون تم تمديد دياله حتى ال 31 في شهر تسعود ربي امكاننا أننا ندفع لكم وتسافدوا من عقود العمل نتواصلت مع بسافدين الناس وقلت لهم وياكم أنكم تدفعوا لأن القانون راه تسد نهار 17 مارس يعني موديل بي موديل سي والموديلات الأخرى اللي هما ديال الدخول يعني الناس اللي كيدخلوا يعني بغين يديروا عمل حر حتى هذا تسدوا يعني كل ذلك الشيء اللي كيخص نحن كمغاربة تسد أما بروجيتي سبيتشالي يعني وللتداريب المهنية خاص ضروري تكون واحد مطابعة الحال واحد اتفاقية ما بين المغرب وإيطاليا باش تدير هذا الطالب هذا وتدخل من أجل تدريب مهني ولا بروجيتي سبيتشالي اللي هي مشاريع خاصة ردوا بالكم الإخوان القانون سد 17 مارس الشيء واحد يقول لك ره القانون يعني ركان تمديد في القانون ندفع ليك وصبق ليك ما تطيقش سؤال الآخر ديما كان طلبك على العمالة دياليتشي شح الواصلين يعني هذا السيد هذا كان طلبني وقلت لي ياود دي را ما عنديش خبر على معلومة دياليتشي لأنهم مبقاوش كي يجوبوا ماشي بحث السنة وانا يعني واحد سنتين او ثلاث سنوات كنتي كتواصل مع بريفيتورا تقول لهم يعني اما عبر الهاتف كي يجاوبك يقولك ما بغيتي كي يعطيك جميع المعلومات ولا كتواصل معهم عبر البيك ولا اليميل كي يعطيك جميع المعلومات هذا بقى شنوكين وعليهم يعني الاتصالات والرسائل والضغط اللي عليهم بثاف كل شيء بك يعيط كل شيء يرسل اليميلات باش يسول واللي هما فش يجيوب ايميل او لك تواصل معاك يقول لك شكنتا واش انت الغطوري للفورو واش انت المشغل صاحب العمل انت هو الباترون اعطينا الكارت ناسيونال ديالك اعطينا الكارت ناسيونال ديالك وقل لنا اشنو يعني التاريخ التاريخ للطلب والرقم هذا اليدنتفيكاتيب وضمانة التي تجد فيها هذه السيغلة البروفينشة يعني العمالة في المدفوع يعني ما كنتا والتي يقول لك انت هو العامل يجب ان ترسل لنا فوتو كوبي من الباسبورت لك ومن طبيعة الان تكتب الرسالة وترسل نسخة او فوتو من الروسية لذا لا يجب ان يجابوا بشكل كما قلت لكم عامل لات السنين اي واحد تتواصل معي كنقول له فنواصلين كيعطيك الكوطة وكيعطيك جميع المعلومات بريفيتورات اللي هم قلت لها بزاف اللي كيعطيهم معلومات اما يعني باقي الريفيتورات ما كيعطيوش معلومات كيقولك معلومات شخصية ما نعطيوهاش للغير لان قوى عليهم الضغط قوى عليهم الاتصالات والاسئلة كل شيء ولا بغي يعرفها الاخوان يعني الطالب دياله واش داخل الكوطة او ما داخلش واش صحيح الطالب او ما صحيحش ولا ان الله وسط الاخرش خاصه ضروري يتأكد منا واتصل بهم ولكن هو في المغرب طبيعي الحال كيشوف شي واحد هنا في ايطاليا اللي يتصل به او كي يقول الصمصار ضروري تعيط لي هما مبقعوش بغي يعطيهم معلومات كنناخدهم معلومات فقط من عند بريفيتورات اللي كيجوبه احنا حاولنا بما امكن اننا نرسل الجامع بريفيتورية يعني انتواصلت بزاف ديالروسيات وحاولت انتواصل مع بريفيتورات كين اللي كتجوه كين اللي كتعطيك كين اللي كتعطيك كين اللي كتقول لك شكونت واش انت الباترون حنا قنعطيهم معلومات يعني الشخصية للباترون وللعامل فقط الاخوان نبقى لي الا نودعكم وان شاء الله قد ينشوفوا في معلومة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته